ترجمة نانسي قنقر الفريق الوطني الطبي المعني بالتصدي بكوفيد 19 يستمر في جميع الجهود الوطنية على جميع المستويات من أجل حد من انتشار الفيروس من أجل سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين حيث تستمر وزارة الصحة في تكثير الحملات الفحص العشوائي في جميع مناطق البحرين وبالذات في المناطق ذات الكثاثة السكانية العالية حملات الفحص العشوائي هذه تتم بترتيب عن طريق فريق متخصص طاقم طبي وفني بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع المقيمين والمواطنين ونرد التنبيه على ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى بضرورة عدم توجه المخالطين لأماكن تواجد ووحدات الفحص العشوائي والانتظار الاتصال بهم من قبل المعنيين بفريق تتبع أثر المخالطين ويجب النقطة الثانية يجب الاتزام بجميع التعليمات التي ستصدر إليهم والاتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي تعتني بتجنب انتشار هذا الفيروس النقطة الثالثة وجدا هي المهمة ضرورة الإفصاح عن جميع المعلومات اللازمة لتتبع عدد حالات المخالطة لكل حالة موجبة حتى نتمكن من الوصول للحالات في وقت مبكر حصرها وتقديم العلاج المناسب لها في الوقت المناسب فنرجو من الجميع المواصلة بحذر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس والتأكيد على ضرورة الابتعاد عن جميع التجمعات بغض النظر عن نوعيتها واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المحدود والمعتاد كما يجب حتى إذا كان في نطاق الأسرة الواحدة التزام بهذه المعايير إذا كان في أحد موجود في هذا المنزل أو في العائلة أو الأسرة الواحدة من لديهم أمراض كامنة أما خارج المنزل فيجب الالتزام بهذه الاحترازات في جميع الأوقات وجميع الأماكن ونجد التدكير بأن الخطر موجود الفيروس موجود فيجب المواصلة بحذر جميعنا للقضاء على هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر